موسيقى صباح الخير من جديد نظمت مجموعة الاستشارات المخبرية مختبرات ميد لاب الحملة الوطنية المخبرية لالطب الوقائي اتطمن على صحتك لثلاث فحوصات هي هرمون الغدة الدرقية وبي تويلف وفحص السكر التراكمي مجانا في جميع فروع المملكة الحملة انتهت وهلأ رح نحكي عن نتائج هاي الحملة واهم الفحوصات اللي اجريت خلالها معنا الدكتور حسيب صهيون الرئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات ميد لاب اهلا وسهلا فيك صباح الخير دكتور استفاد من هالحملة الحملة الوطنية تقريبا 8700 شخص على مستوى المملكة في كل محافظات المملكة نحكي عن اهمية هاي الحملة وشو فعليا الدراسات اللي طلعتوا من نتيجة هاي الحملة من خلال هاي الدراسات اول شي الحملة هاي احنا نقينا الفحوصات هدول بالذات هدول لهم اهمية عالية وفي عليها طلب كثير من الأطباء ومن المرضى وتكلفتهم شوي عالية على المواطن يعني قديش تقريبا للشخص تسعير توضع الصحة حوالي 45 دينار وانتو قدمتو هالثلاث فحوصات مجانية مجانية نعم نعم فتنقية الفحوصات لانه طلبهم عالي طبعا السكري التراكمي مهم جدا يعرف الشخص اذا عنده سكري وكل ما اعرف ان عنده سكري مبكر كل ما ساعده بالعلاج وساعد طبيبه بالموضوع الغدة الدراكية كمان موضوع مهم جدا وبتبين انه في بعض الناس عندهم كسل بالغدة ومش مبكة وما بالقطوها بدري تكون شواضحة حتى يعني عوارضها مش واضحة عوارضها بكون لسه بسموها بري كلينيكل يعني قبل ما تسير العوارض واضحة كمان اذا اكتشفت بدري اسهل للعلاج بسهل علاجها والبي 12 كمان والبي 12 نفس الشي كمان فيه نقص ببعض المواطنين بالبي 12 فكلهم انهم اهمية وعليهم طلب فقدمنا هالحملة بجميع محافظات المملكة هي عبارة عن شكر للمواطنين لدعم مسيرة المدلب تال 20 سنة عند السنة هاي مدلب هي السنة العشرين سنة العشرين نعم ست كل عام انت بخير وانت بخير فيعني هي فكرة حلوة وانه تعملوا مثل هاي الحملة الوطنية وتقدموا للمواطن خدمة مجانية خدمة طبية مجانية وتشكروا عليها حسيت فيه اقبال من قبل للمواطنين عليه يعني عم نقول تقريبا 8700 شخص استفادوا بيوم واحد من خلال الفحص فالإقبال كان كتير كويس بس كيف التنظيم كان للحملة هل وجدتوا أي صعوبات خلال التنظيم الأهم الشغلات لما تعمل حملة هاي هي التنظيم يعني كنا أكدنا ان كل شي يكون جاهز وكل شخص بيجي على المختبر بيكون له رقام ومشت بسلاسة ممتازة حقيقة ما كان فيه اي اشكالات ممكن هون يوم الافتتاح نعم دكتور يعني احنا طبعا الحملة كلها تحت رعاية مع الوزير الصحة وتم الافتتاح من خلال وزارة الصحة بوجود الأمين العام الوزير الصحة يقدش مهمة الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام دكتور يعني عم نقول تطبيقا لرؤية جلالة الملك فالشيء كتير مهم التعاون ما بينكم وبين القطاع العام فيه بيكون نوع من التواصل حتى يمكن تحكينا شوي أكتر شو سبب هذا التواصل وشو الأشياء اللي بتحكو فيها حتى يصير فيه نوع من التعاون ما بينكم أول شيء وزارة الصحة أول شيء مشكورة هي بتقدم خدمة باختصاصنا التب المخبري لأكبر شريحة في البلد نعم وزارة الصحة هي بتحط الأنظمة هي اللي بتنظم المهنة الآن التعاون بينها وبين القطاع الخاص مهم جداً لأنه كمان لازم وزارة الصحة تكون بالصورة شو اللي بيصير بالقطاع الخاص القطاع الخاص يختلف عن القطاع العام ففيه تواصل من خلال الإجان فيه تواصل لما بنحطوا أنظمة جديدة وبتجديد الأنظمة فيه تواصل بالنسبة للتسعير لأننا احنا كل الفحصات المخبرية مسعرة من وزارة الصحة أنا هنا تكون تحب أسألك عنها كمان دكتور يعني التسعير يعني كل المختبرات الطبية بتكون بسعر واحد بكافة المملكة نعم وطبعا مختبرات مدلاب أكيد من المختبرات اللي بهمها أنها تكون سعرها مناسب للجميع وتكون ملتزمة بالأسعار وفيه رقابة فعليا على الموضوع فيه رقابة من وزارة الصحة واحنا نطبق مدلاب تطبق بكل فروحة تسعير وزارة الصحة حلو كمان نبيهمني أحكي هون أنه يعني مدلاب من القطاع المختبرات الوحيدين على مستوى المملكة اللي حصلت على جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز للقطاع الخاص في عام 2011 ويعني كمان أخذتوا الاعتماد الأمريكي والأوروبي أديش بيعني لك هذا الاعتماد دكتور أول شيء يعني إحنا جائزة الملك عبدالله الثاني التميز هذه أجهة توجت كل جهودنا وإحنا كثير شاكرين للدعم اللي عجلنا من هذا الموضوع طبعا في اعتمادات متخصصة للمختبرات وأهمها وأصعبها هو الاعتماد الأمريكي اللي هو بسمول كاب والحمد لله حصلنا عليه بالإضافة كمان الاعتماد الأوروبي للمختبرات الطبية ماذا يعني ذلك؟ هذا بدناش تكون شعر؟ لا هذه الاعتمادات اللي أهمية ونفس الشيء جائزة الملك عبدالله كان يطلعوا نفس الشيء اللي هو الأنظمة من وقت سحب الدم للمريد لتسليم النتيجة اللي يجب يكون فيه ماشيين بنظام معين؟ نظام معين مكتوم مدون ويدوم يومي من العاملين بالمختبرات هذا مش بس بنظم الشعور هذا بزيد دقة الفحوصات صحيح أغلاط بتسير بكل مجالات العالم ما في حدا عنده بقول مئة بالمئة ولكن هذه الأغلاط لازم تخففها لمنموم حتى تقدروا تكونوا في مستوى الاعتماد بالضبط فالاعتماد بضمن التنظيم ونوعية النتائج إنها تكون مضمونة طيب دكتور هذا بيقودني إلى سؤال عن خبرات الأشخاص والعاملين في مختبرات ميدلاب هل بتم اختيارهم بعناية؟ وكمان حتى الشباب المتخرجين جديد كمان إمكان أنتوا بتحرصوا على أن يكون عندكم كم من الشباب الخرجين وتبعتوهم دورات فأحكينا شوي عن هالموضوع كم تهتموا بالعاملين في مختبرات ميدلاب؟ نعم طيب المختبر يبطل زي زمان موضوع واحد صار عدة مواضيع واختصاصات فمنغطي كل الاختصاصات هلأ التنقاية للناس اللي بيجيوا ويشترونوا معنا طبعاً هذي موضوع لقيق جداً ونشتر عليه وفيه امتحان بس كمان لأيد الجامعات يعني الأردن عنده نعملوا الاختصاصات بالجامعات ان يخرج خارجين جيدين في الطب المخبري بس احنا كمان نعملهم امتحانات ونعملهم محاضرات بس مش كمان بس للإجداد كل سنة نعمل محاضرات لكل العاملين في الميدلاب حتى نغفع المستوى ونجدد وترتقوا فيه المستوى ونعملهم محاضرات الدكتور اللي بعرفه بميدلاب أنه عندكم فروع كثيرة سواء كان بالأردن أو خارج الأردن يعني ما شاء الله فروعكم عم بتقولي من 20 سنة وهلأ صار حكينا شوي عن هالفروع قديش كمان عدد فروعكم وأهمية تواجدكم في حتى المناطق الأخرى يعني نقول في الدول العربية المجاورة نحن في الأردن في عنا 33 فرع إن شاء الله فيه ثلاث فروع جدا بالطريقة احنا احتمينا جدا أنه نقدم الخدمة هاي مش بس لأهل العمان بس للمواطنين من العقبة كل محافظات كل محافظة من العقبة لإربط عنا مختبرات كاملة حتى نوصل نقدم الخدمة هاي لكل مواطنين كلها بنفس مستوى الكفارة كلها بنفس المستوى بنفس الأنظمة هلا نجاحنا هلا درنا هلا نصدر الخبرات الأردنية لخارج الأردن ابتدأنا بفلسطين وفي رمالة بعدين في الكويت في عنا مدلابس وفي الخرطوم في السودان عنا مدلابس وهلا في شمال العراق في إربيل وسلمانية من أسس كمان أربع مشاريع هناك في الأردن وخارج الأردن كلهم بنفس المستوى حالو كمان بهمني أعرف دكتور يعني مثل هاي الحملة الوطنية اللي قمت فيها يمكن حسيتوا أنه قدمتوا شيء الكثير للمواطن الأردني ولقيتوا كمان نتائج هذا الشيء لإلكم أحب أعرف هل في نية كمان تعملوا أي حملات مستقبلية من هذا النوع؟ الله عوينا إن شاء الله منسوي قبل الخمسين سنة يعني لا بشمعوني سنة خمسين سنة كمان لا إن شاء الله إن شاء الله نقدر نعمل حملات زي هاي باستمرار ونشكر المواطن على دعمه للمدلابس وهذه من خلال مسؤوليتنا المجتمعية أصلا يعني نشجع كل الشركات إنه في مسؤولية مجتمعية لازم نقدمها للمواطن كمان بهمني أعرف عن الشهادات أو الرخص اللي بتكون موجودة في هاي المختبرات نحكي شوي عنها دكتور نعم طبعا هي وزارة الصحة حاطة أنظمة لترخيص الأخصائيين اللي بيديروا المختبرات ففيه متطلبات وأقل متطلب هي الماجستير في الطب المخبري أو دكتوراء في الطب المخبري أو طبيب اختصاص طب المخبري وخبرات عدة سنوات خبرات في أماكن معتمدة هذه المتطلبات فبأخذ الشخص اللي عنده هذه المتطلبات ترخيص لأدارة المختبر وكل مختبر لازم يكون فيه شخص مرخص من وزارة الصحة ومتفرر فهذا الموجود عندنا في مدلابس وموجود في معظم مختبرات الأردن فهذا الشخص بيكون عنده اختصاص معين في الطب المخبري هلأ احنا عملنا في مدلابس وقمنا هذا الشخص لا يمكن أن يكون أقصاء بكل فرع الطب المخبري عشان هيك عملنا المجموعة ومجموعة تضم اختصاصين بكل اختصاص الطب المخبري يدعموا هذا الموضوع هذا الفرق بين مختبرات مدلابس والمختبرات المستقلة للحالة بالضبط يعني أنا يمكن هذه النقطة اللي كنت حابة ركز فيها تميز مختبرات مدلاب شو اللي بتتميز فيه عن المختبرات الأخرى هي هاي يعني العمل الجماعي وجود جميع الاقتصاصات المدير مش لحاله المدير يمكن يكون أخصائي كيميا حيوية بس فيه أخصائي للدم فيه أخصائي للمناعة فيه أخصائي لكل الاقتصاصات بساعده بيعطين معلومات باقفح السماعة بيأخذ رأيه بموضوع وفيه اجتماعات دورية فهذه واحدة اتنين طبعا انتشارنا ووصول نفس مستوى الخدمة بجميع ألحاء الأردن بمحافظات الأردن وطبعا أهمها الوحيدين لأن الاعتمادات الأمريكي والأوروبي طبعا وجدتنا جائزة الملك عبد الله من إذا دقة الفحوصات هي بالأساس طبعا هذا أهم شيء هذا أهم شيء أصلا كل خدمتنا مبنية على خدمة المواطن ويعطاؤه النتيجة الصحيحة تريد طبيبه يشخصه ويعالجه فالدقة هاي من أول يوم كانت أهميتنا وعندنا قسم طويل عريض يعني في ست سبع أشخاص أخصائيين بس بالجولة كمان دكتور لازم نحكي عن مشاركتكم كمان في تقديم الخدمة لطلاب المدارس الأقل حظا يعني برنامج الاعتماد الوطن المدارس الصحية كمان شاركتوا في هذا البرنامج كان لكم دور تحكي لنا عنه هذه الجمعية الملكية للرعاية الصحية احنا تبنينا أربع مدارس أقل حظا في مناطق صعبة لدعم الجمعية تساعدهم يغفعوا مستوى الطبي والهيجين في هذه المدارس فطبعا هذه من الشغلات اللي احنا من دعم ومسؤولياتنا المجتمعية احنا فخورين بهذا الشيء واحنا كمان فخورين بوجودكم معانا في دنيا يا دنيا وتواجدكم دائما لخدمة المواطن الأردني وكل الشكر للكم وأهلا وسهلا فيكم معنا دائما السيد دكتور حسيب صهيون رئيس التنفيذي لمجموعة مختبرات مدلاب نحن لكم كل التوفيق شكرا إليك أهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك شكراata